اشتركوا في القناة تفاصيل البرنامج الموسوم بالشفافية وحماية المال العام قالت عنه دائرة الوقاية في الهيئة انه يشجع الابلاغ عن حالات الفساد عبر ضمان الحماية القانونية للشهود والمبلغين وتضمين اجراءات عقابية على عدم التبليغ دائرة الوقاية قالت ايضا ان البرنامج جاء لتمكين الاجهزة الرقابية من الاطلاع على الذمم المالية للمكلفين بكشفها افرض عقوبات صارمة بحق الممتنعين عن تقديمها في المدة المحددة ولضمان الحق في الحصول على المعلومة دعا البرنامج الوزرات لنشر ميزانياتها واتاحتها للجمهور مع بيان ابوابها وقنوات الانفاق والاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص قبل تقديم مشروع قانون الموازنة الى السلطة التشريعية البرنامج اوصى بقيام هيئة النزاهة تقييم السياسات العامة للحكومة في ميدان مكافحة الفساد ورصد ما يتنافى مع مبدأ الشفافية والزامها بوضع ضوابط صارمة وتعديل المنظومة الجنائية لتوسيع دائرة التجريم وتشديد العقوبات المطبقة على افعال الفساد عندما نتحدث عن مكافحة الفساد نتحدث عن الشفافية والمساءلة والمحاسبة وعن حماية المال العام بتشريعات تفتح الباب على مصراعيه لتطبيق القانون على الجميع استنادا الى مبدأ المساواة امام القانون